اعرب فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن سعادته بزيارة صرح الميثاق الوطني واصفا اياه بانه انجاز حضاري هام يعبر تعبيرا دقيقا عن تاريخ البحرين العريق اذ تستحق البحرين ان تعرف بهذا الشكل الحضاري والتاريخ العريق رافق فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى زيارته مساء امس لصرح الميثاق الوطني الدكتور رياض الملكي وزير الخارجية الفلسطيني ورئيس بعثة الشرف سعدة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام وعدد من كبار الشخصيات الفلسطينية والسفراء المشاركون في مؤتمر سفراء فلسطين حيث كان في استقبالهم سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من كبار موظفي الوزارة وصرح الميثاق الوطني واشهد فخامة الرئيس الفلسطيني بعراقة مملكة البحرين في مجال التعليم الرسمي مستذكرا أن مملكة البحرين وفلسطين من أقدم الدول العربية التي بدأ فيهما التعليم الرسمي البحرين من أقدم الدول العربية التي بدأ بها التعليم الرسمي ليس تعليم الأهلي وإنما التعليم الرسمي وأنا أذكر أنها بدأت في نفس السنة التي بدأت بها فلسطين وهذا يدل على عراقة الشعبين وتطور هذين الشعبين وثقافة هذين الشعبين والعلاقات الفلسطينية البحرينية وخاصة في المدارس وفي التعليم قديمة 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 ونتمرنا أن تستمر إضافة إلى العلاقة السياسية إضافة إلى الموقف السياسي البحريني الذي لم يتزحزح قيد أنملة عن دعم القضية الفلسطينية ونحن لن نتزحزح قيد أنملة عن دعم أهلنا في البحرين أرضا وشعبا وحكومة ووحدة من جانبه رحب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة فخامة الرئيس الفلسطيني إلى صرح الميثاق الوطني وهي زيارة موضع اهتمام وتقدير نظرا للمكانة التي يحتلها الرئيس الفلسطيني لدى القيادة والشعب البحريني وللعلاقات البحرينية الفلسطينية المتميزة والتي تعدون عكاسا حقيقيا لما يجمع بين القيادتين والشعبين من تفاهم وتعاون منذ سنوات في مختلف المجالات وأشار النعيمي إلى أن وزارة التربية والتعليم وبتوجيهات من صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه تولي هذا الصرح الوطني اهتماما وعناية خاصة حيث أمر جلالته أن يكون تحت مظلة الوزارة من منطلق اهتمام جلالته بترسيخ الشعور الوطني لدى الناشئة والأجيال القادمة والذين يمثلون عماد المستقبل وأضاف وزير التربية والتعليم أن صرح الميثاق يشكل ذاكرة مهمة لكل مراحل التاريخ الذي مر على مملكة البحرين والإنجازات العديدة التي تحققت كذلك يضم مرحلة مهمة جدا في تاريخ البحرين الحضاري تؤرخ للمشروع الإصلاحي لحضرة عهل البلاد المفدة وهي مرحلة الميثاق حيث نقشت أسماء المواطنين البحرينيين ممن صوتوا على الميثاق الوطني وهو ذاكرة وطنية مهمة للغاية وتجول الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له في أرجاء الصرح حيث اطلعوا على ما يحويه من ذاكرة وطنية هامة تشكل مراحل مختلفة من تاريخ البحرين القديم أو الحديث وفي نهاية الزيارة سجل الرئيس محمود عباس كلمة في سجل كبار الضيوف أعرب فيها عن إعجابه الشديد بما شاهده وبمدى الاهتمام والعناية التي توليها حكومة مملكة البحرين للجوانب التاريخية والثقافية والتي تعتبر الشاهد الأهم على عراقة مملكة البحرين وشعبها ترجمة نانسي قنقر